موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من لقاء خاص يسعدني أن أستضيف اليوم وأرحب بمراسلة العربية في واشنطن الصحفية نادية بالبيسي مساء الخير نادية أهلا نديم نادية طبعاً رح يكون حوارنا خصوصاً عن إدارة باراك أوباما فيما يتعلق بالشأن السوري وبحب أبدأ معك أنه الآن بعد ست سنوات من وجود باراك أوباما في البيت الأبيض هل يمكن الحديث عن أوبامية يعني أوباميزم إذا بدك وما هي ملامحها بشكل عام بدون أي شك كل رئيس لديه مميزات بالسياسة الخارجية ويريد أن يتميز فيها في الواقع بالنسبة للرئيس أوباما أعتقد بأنه في نهاية عهده خلال 15 شهر سيكون لديه إنجازين بالسياسة الخارجية واحد قريب من الشرق الأوسط واحد بعيد كل البعد الأول هو إذا استطاعت الإدارة وهي مجموعة الإدارة الأمريكية بالإضافة لما يسمى بمجموعة الخمسة زائد واحد أن توقع هذه الصفقة النووية مع إيران لتنهي برنامجها للتسلح النووي العسكري وتبقيه سلمياً وهذا متوقع في نهاية 30 يونيو هذا يعتبر من أهم إنجازات الرئيس أوباما لأنه كما تعرف الكثير من الإدارات حاولوا التعامل مع إيران ولم ينجعوا طبعاً هذا إذا تم له النجاح وهناك عقوبات وحتى تشريك من داخل إدارة الرئيس أوباما نفسه الشق الآخر في هذا الإنجاز الذي حققه الرئيس هو كسر العزلة عن كوبا يعني بعد 50 عاماً من فصلها عن الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس كندي حتى الآن نرى بأن الرئيس أوباما استطاع أن يوقع اتفاق وسيكون هناك فتح للسفارات وبالتالي هذا يعتبر إنجاز له لكن بالنسبة للعالم العربي بدون أي شك هناك إخفاقات كثيرة وخصوصاً بالموضوع السوري وخصوصاً بالنسبة للتعامل مع التنظيمات الجهادية خصوصاً داعش يعني بهذا الشأن هل هو رد على البوشية إذا بدك إنصح التعبير وسياسة جورج بوش الأبن بسياسته الخارجية بالتدخل في أفغانستان والعراق بدون أي شك أعتقد بأن الرئيس أوباما عندما رشح نفسه عندما كان مرشح في هذه الانتخابات من خلال الحملة الانتخابية كان ينادي بإنهاء كل الحروب الأمريكية في الخارج عدم تورط عسكري أمريكي بمعنى ما يسمى بالإنجليزية يعني قوات برية أمريكية موجودة أسواء كانت في أفغانستان أو بالعراق وبالتالي الرئيس هذا إذا كنت تذكرين أعطي جائزة نوبل للسلام حتى قبل أن يمارس عمله بالبيت الأبيض فبالتالي من ناحية تركيبته النفسية هو متأثر جدا بفكرة الحرب الاستباقية ومتأثر جدا أنه بالنهاية محامي يسمى constitutional lawyer بمعنى بأنه هو محامي دستوري هو يفهم القوانين الدولية وبالتالي لن يذهب إلى حرب بدون أن يكون هناك إجماع وهذا الإجماع ليس فقط حتى في مجلس الأمن لكن أيضا في الكونغرس نفسه ومن الشعب الأمريكي ولذا كان هناك تردد كبير للرئيس أوباما في ربما إرسال قوات أمريكية بصفة قتالية محاربة في أي صراع عربي وخصوصا في الأزمات التي نراها بعد بداية حدث الربيع العربي يعني تحدثت عن إنجازين مهمين يعني يمكن أن يذكرهما التاريخ إذا بدك لباراك أوباما لكن بماذا تفسرين التغييرات الكبيرة التي شهدتها الولاياتان لباراك أوباما يعني أربعة وزراء دفاع خلال ست سنوات والخلاف إذا بدك مع الكونغرس حول الاتفاق النووي مع إيران نبدأ بالخلاف مع الكونغرس عادة لأن الرئيس كما تعرفين من الحزب الديمقراطي الكونغرس خلال الانتخابات السابقة استطاع الجمهوريون أن يسددوا أو أن يحصلوا على أغلبية في المجلسين في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ إذن شيء طبيعي جدا أن يختلف الحزب الجمهوري مع سياسات الرئيس وخصوصا بأن رئيس الأقلية بفترة والآن أصبح رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ بالتحديد هو سنتر يسمى ميتش ماكونل كان يقول علنا بأن وظيفته الأساسية هو جعل الرئيس أوباما رئيس لولاية واحدة فهناك أولا عداء حزبي سياسي بالدرجة الأولى ما بين طبعا الكونغرس الذي كما قلت يسيطر عليه الجمهوريين وبين الرئيس وهناك اختلاف براغماتيكي أو اختلاف أحيانا أيديولوجي بالنسبة للتعامل مع أزمات العالم فهذا الاختلاف هو موجود ربما تعمق خصوصا بالنسبة للموضوع الإيراني لأنه حتى معظم الجمهوريين يسيطرون عليهم المسمى بجناح الشاي وهو جناح متشدد ضد أي صفقات عقد أي صفقات مع إيران وحتى متأثر أحيانا بالسياسة الإسرائيلية وتأثير الليكود اليميني في داخل إسرائيل وقد رأينا مؤخرا بأنه رئيس مجلس النواب دعا نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لأن يلقي خطاب شهير في داخل الكونيس بدون العودة إلى البيت الأبيض هذه سابقة لم تحدث فإذن هذه الاختلافات دائما موجودة كما قلت أحيانا على أساس حزبي وأحيانا لأنها تخالف الرئيس وتريد أن تكون شوكة في حلقه بما معنى أي شيء يعمل هم ضده حتى بالنسبة للموضوع الكوبي هم ضده وطبعا الملف الفلسطيني والسوري والعراقي والآخره بالنسبة للرئيس أيضا التغيير في داخل الوزراء هو طبيعي في الولايات الثانية لأن هذه السنوات الأربعة الأولى عادة الرئيس دائما يطمح إلى ضخ دماء جديدة في داخل الوزارات السيادية وبالتحديد وزارة الخارجية ووزارة الدفاع طبعا رأينا هيلري كلينتون التي كانت خصمة يعني خصوم الرئيس بالترشح للانتخابات على الرئاسة والتي ترشحت منذ فترة قصيرة جدا للانتخابات القادمة ب2016 طبعا هو عينها الرئيس بدون ما ندخل ربما بخلفيات السياسة الأمريكية لأنه كان يشبه نفسه بالرئيس أبراهام لينكن الذي عندما فاز بالحكم أحضر خصومه السياسيين ووضعهم في وزارات فهو أحضر هيلري كلينتون ووضعها لكن للأسف هناك من يقيمها بأنه لم تحدث أي تغيير حقيقي أو جذري أي إنجاز حقيقي بالعكس كانت هناك فضائح ومنها بنغازي ومقدس السفير الأمريكي في أحداث بنغازي ومن ثم جاء جون كاري وطبعا وزارة الدفاع دائما تتغير والآن قبل يومين أيضا تغير رئيس هيئة الأركان ربما هذا طبيعي لكن هناك خلاف مع الرئيس الرئيس الذي يصدر القرار في الإدارة الأمريكية هو الرئيس نفسه باراك أوباما هو معروف بأنه لا يستمع حتى للناس المقربين وبما أنك ذكرت الرئيس أبراهام لينكل يقال أن هذا التمرد إنشأتي أو العصيان لم تشهده الولايات المتحدة منذ أن ألغى الرئيس أبراهام العبودية صحيح صحيح هناك دائما تغييرات وأحيانا اختلافات وأحيانا اختلافات علنية مع الرئيس حتى هناك تصريحات للجنرال ديمزي خصوصا بالنسبة للوضع في سوريا وبالنسبة لداعش وقوة داعش وكيفية محاربتها وإلى آخره يعني فيه اختلاف عادة الرئيس حصوصا إذا قارننا بالرئيس بوش كان يستمع إلى المؤسسة العسكرية بمعنى أنا أتذكر خلال تغطية الطويلة للبيت الأبيض كان رئيس بوش يقول دوما بأنه يجب أن أستمع إلى نصائح الجنرالات على الأرض ثم أقرر لأنه هو سياسي وهم عسكر صحيح طبعا لديهم الخبرة عادة أن طبعا الرئيس نفسه تصله يوميا معلومات استخبارية صحيح وتقارير من التقارير طبعا هذه معلومات خاصة لا يعرفوها الكثيرون لكن هو الذي يعني يعتمد على هذه النصائح كجزء في قراراته لكن بالنسبة للرئيس أوباما هناك انتقاد دائما بأنه محاط بمجموعة صغيرة من المستشارين الذين يفتقدون الخبرة وبالتحديد بالسياسة الخارجية فبالتالي هو ربما هو أكثر شخص يطلع على الأمور أو يدرك بخفايا الأمور رغم أنه كان خبرته محدودة كان سنة لمجرد عامين قبل أن يرشح نفسه الانتخابات الرئاسية ومعروف أنه يأخذ وقته ويتأمل ويدرس يأخذ وقته زيادة عن اللزوم مرات أربع سنوات صحيح نادية انطلاقا من خبرتك بالسياسة الخارجية الأمريكية هل تعتقدين أن أوباما سينفذ ما لوح به من فيتو في وجه أي قرار يعدل ببنود الاتفاق النووي؟ أكيد لأنه لديه الحق في ذلك الرئيس هو يمثل السلطة التنفيذية وبالتالي بإمكانه أن يعرقل أي قرار يتخذه الكونغرس لأنه هذا يعني هو يؤمن تماما بأنه لا يوجد أي طريقة أخرى للتعامل مع الملف النووي الإيراني سوى عن طريق المفاوضات بإجماع دولي من خلال كما قلت مجموعة الخمسة زائد واحد وبالتالي الحل العسكري دائما يلوح فيه لكن إذا نظرنا إليه بشكل عملي لا يمكن أن يتحقق يعني الرئيس نفسه لا يؤمن بشان حروب فما بالك في دولة مثل إيران وليس فقط العراق ودربات أحيانا إسرائيل تقوم بدربات ضد سوريا دون أن يكون هناك رد لكن هو يدرك تماما بأنه هذا سيؤدي إلى تعقيدات لا نهاية لها يعني سيجر الولايات المتحدة إلى حروب بعد ذلك عدا أنه لن يقضي على البرنامج النووي الإيراني يعني هناك برامج موجودة تحت الأرض وهل إيران ستقبل يعني هل ستقبل إيران بأن يكون زبدك التوقيع على الاتفاق بمعزل عن الكونغرس لأنه يقال أن الكونغرس عندما يكون موافق يعني العودة عن القرار تكون أصعب بكثير من عندما يكون القرار فردي متعلق بالرئيس لا أستطيع تحدث عن إيران لكن أعطيك فكرة عام من ناحية قانونية بالنسبة للكونغرس وعلاقته بالرئيس عندما سيوقع هذا الاتفاق إذا تم التوقيع عليه وأنا أعتقد أنه سيتم التوقيع عليه هو عبارة عن اتفاق وهذا الفرق ما بين الاتفاق وما يسمى بالمعاهدة المعاهدة حسب الدستور الأمريكي يجب أن يكون هناك تأييد من دخل الكونغرس بالمجلسين تصويت بثلثي الأعضاء بمجلس النواب ومجلس الشيوخ لكن الاتفاقية بإمكان الرئيس أن يوقعها دون أن يرجع إلى الكونغرس إذا الكونغرس ما عجبته الاتفاقية بهذا المعنى بإمكانه أن يصوت ضد الرئيس حتى لو الرئيس استخدم الفيتو لكن هو بحاجة إلى ثلثي الأعضاء في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ يعني أكثر من 60 في مجلس الشيوخ وأكثر من 270 في مجلس النواب أعتقد هذا تقريبا حتى لو كان في مجلس الشيوخ يمكن أن يحصل عليه لأن هناك غالبية من الجمهوريين لا أعتقد أنه سيحصل عليه في المجلس النواب وبالتالي الرئيس سيكسب في النهاية وهو يدرك هذا تماما لكن لأنه متأثر بفكرة الإجماع عادة يريد أن يكون هناك تأييد شعبي قانوني دستوري لكل الاتفاقيات التي يوقعها فبالتالي هو يرجع إلى الكونغرس ووافق كانت هناك مساومة بالفترة الأخيرة على أنه لديهم 60 يوما على مراجعة هذا الاتفاق وهو دائما يقول أنا سأعرض هذا الاتفاق في حال توقيعه عليكم وإذا يعني ما عجبكم شي بالبنود بإمكانكم أن ترى طب لماذا هذا الإلحاح من أوباما على توقيع الاتفاق النواوي؟ لأنه كما قلت أولا سيكون إرث أوباما التاريخي هو توقيع اتفاق مع دولة انقطعت فيها العلاقات الدبلوماسية منذ الثورة الإيرانية عام 1979 بالنسبة له أكثر من إدارة حاولت أن تجرد إيران من برنامجها النووي إيران تقول بأنه سلمي لكن الغرب يشكي بأنه سيستخدم أن هذه التكنولوجيا ستستخدم بالنهاية لأغراض عسكرية فبالنسبة له هذه الطريقة الوحيدة ثانيا بأنه يدرك تماما بأنه إيران أيضا بحاجة أن توقع هذا الاتفاق لأنه كما قلت هي ليست فقط بعزلة عن العالم أو المجموعة الدولية بشكل عام لكن أيضا هي تحت عقوبات قاسية جدا وصائمة جدا أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي وهناك سوريا أيضا طبعا كلفة الباهزة التي تحملتها في سوريا يعني الروبل فقد قيمته بأربعين بالمئة تقريبا فأنه أن تعود إيران مرة أخرى لترفع هذا الحضر وخصوصا على القطاع النفطي خصوصا على تجميد الأموال الموجودة في كل البنوك على الشركات بأوروبا وبالولايات المتحدة وبأماكن أخرى الآن الولايات المتحدة تدافع عن هذا الموقف دائما وتقول بأن هذا الاتفاق وهذه العقوبات سترفع فقط على العقوبات التي هناك تقريبا ست عقوبات فرضت منذ عام 2006 معظمة في مجلس الأمن على إيران هناك عقوبات فردية من الولايات المتحدة وعقوبات فردية من الاتحاد الأوروبي الإدارة تقول بأن هذه العقوبات فقط سترفع فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هناك عقوبات فرضت على إيران بسبب كما تعرفين إيران تصنف من الدول الرعية للإرهاب ولا تزال موجودة على هذه اللائحة فبالتالي هذه العقوبات ستبقى لن ترفع على الإطلاق رغم أنه طبعا هناك تخوف خصوصا من دول خليج بأن هذه رفع العقوبات سيعطي ضخف السيولة للحرس الثوري بالتحديد أو للذين يتخذون القرار في داخل إيران وبالتالي يكون هناك هيمنة إيرانية على المنطقة وهناك من يرى أن إيران تسيطل على أربع عواصم عربية حتى الآن نادية قبل أن ننتقل إلى موضوع الانسحاب من العراق والحرب المفترضة على داعش في العراق وفي سوريا أحب أن أعود إلى نقطة ذكرتيها فعلا ما الفرق إذا بدك بين اتفاق النووي مع إيران وبين فك العزلة مع كوبا؟ فرق كبير أولا كوبا تبعد عن ميامي التي هي مدينة أمريكية تبعد عن حفانا حوالي 60 ميل هناك جالية كوبية كبيرة جدا في داخل الولايات المتحدة ولديها نفوذ عالي منها شخص يسمى سيناتر ماركو ريبيو وهو حاكم ولاية فلوريدا وهو أحد المرشحين الجمهوريين في الانتخابات القادمة فكوبا لديها أهمية كبيرة بالنسبة لوجود الجالية بالنسبة لآخر معقل للشيوعية تعرفين الخلاف الكبير ما بين الدولتين فبالنسبة للرئيس الإدارة كانت تقول دائما بأنه حاولنا على مدى 50 عاما هذه السياسة وهي عزل هذه الدولة المنبوذة عن العالم كله على أساس أن الشعب يثور لقلب النظام لكن هذا لم يحدث وبالتالي هذه العقوبات تعاقب الناس ولا تعاقب النظام النظام يستطيع أن يستمر وأن يحيى لفترة طويلة لكن الشعب الكوبي نفسه هو الذي يعاني دولة فقيرة جدا بمكانها أن تكون دولة متقدمة ودولة طبعا ليست صناعية لكن دولة تستفيد من قربها من أكبر قوة عظمى بالعالم وهي الولايات المتحدة فبالنسبة له كانت سياسة حكيمة بأن يتبع طريقة جديدة بالتعامل مع هذه الدولة وخصوصا بعد تنحي في ديل كاسترو رغم أنه رأول كاسترو ليس بفرق كبير حتى بالعمر أو بالتفكير والآخري لكن هناك أعتقد ضرورة أو حاجة رأتها إدارة الرئيس أوباما وكان هناك تدخل حتى من الفاتيكان كانت هناك مفاوضات غير مباشرة أدت بالنهاية إلى فك العزلة بالنسبة لإيران الموضوع الكوبي موضوع محلي نوعا ما إيران هو موضوع إقليمي نعم إقليمي وهذا الفرق أن تستطيع الولايات المتحدة هناك من يرى بأنها بداية حلحلة بالملفات الأخرى التي لدى إيران نفوذ كبير عليها وخصوصا في سوريا وفي العراق وفي اليمن كل الملف حتى في فلسطين وعلاقتها مع حماس صحيح نادي سنناقش هذه المحاول بعد فاصل قصير مشاهدين أبقوا معنا أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام وأهلا بضيفتي ناديا بالبيسي ناديا الملمح الرئيسي أو أحد ملامح سياسة أوباما كانت الانسحاب من العراق داعش أعاده إلى العراق يعني كيف ترين هذه المعضلة بالنسبة للرئيس وحتى عندما دائما يقول الرئيس وخصوصا في خطابه الشهير يمكن في ويست بوينت وهي المؤسسة الكلية العسكرية التي تخرج كبار قادة الجيش ومنهم الجنرار البتريوس الذي كان له دور كبير في العراق رئيس الطر أو جر إذا أردت إلى مرة أخرى إلى العراق التي كانت العنوان الأساسي في حملة الانتخابية بأنه سأعيد كل جندي أمريكي يحارب في العراق إلى داخل الولايات المتحدة حيا حيا هذه الحرب كانت مكلفة كانت كلفت تريليونات الدولار صحيح قتلت أربع تلاف جندي أمريكي عدا عن العشرات الألاف الذين أصيبوا في هذه الحرب ولا يزال دافع الدرائب الأمريكي يدفع على العلاج الصحي لهم عدا على أنه لم تحدث الحدف الأمريكي وهو خلق دولة ديمقراطية شاملة فيها كل أطياف السياسية من الأكراد إلى الشيعة إلى السنة إلى آخرين فبالتالي اضطر الرئيس إلى العودة مرة أخرى إلى العراق من خلال ما يسمى بالمستشارين يعني حتى الآن هناك ثلاثة ألاف جندي أمريكي ما بين طبعا على كل المستويات ضباط وجنولارات وجنود عاديين لكنهم يقومون بتدريب القوات العراقية ليست بصفة مقاتل لكن بصفة مستشار أو خبير أو مدرب فبالنسبة للرئيس رغم أنه وجود تنظيم داعش وعلى فكرة كان في مؤتمر صحفي قبل فترة تقريبا وأنا سألته هذا السؤال أنه هل حتى تأخرت في إدراكك لخطر هذا التنظيم وما تعملتش معه من الأساس يعني وخصوصا بعد استيلاءه على كل الأسلحة التي كانت أسلحة أمريكية وسقوط ثاني مدينة في العراق ثاني أكبر مدينة وهي الموصل بهذه السرعة فاضطر الرئيس مرة أخرى إلى أن يعود إلى هذا البلد مدى أجابك؟ قال بأنه موافق قال بأنه صحيح بأنه كان مفروض أن يكون هناك تدخل أسرع وقال بأنه يعني مع أنه هو نفسه في مقابل أخرى أعطاه لتلفزيون أمريكي قال بأنه داعش لم يراها بخطورة يعني كان يعتبرها كفريق مبئي يعني فيه بالإنجليزي تعبير أجد له تعبير باللغة العربية استخدم تعبير يستخدم في كرة السلة أنه فريق مبتدئ وفريق محترف فهو وصفهم بأنه فريق مبتدئ أنه ما فيه داعي أنه يعني يخلق الولايات المتحدة ولا حتى الآن على فكرة استخبارات الأمريكية تعتبر بأنه تنظيم القاعدة هو أكثر خطرا وخصوصا في شبه الجزيرة العربية من تنظيم داعش لسبب هو أنه تنظيم القاعدة دائما يستهدف مصالح غربية يخطط لضرب الولايات المتحدة والمصالح الأوروبية بينما تنظيم داعش حتى الآن هو يعتبر إقليمي وفقط يذبح صحفيين أمريكاني طبعا إذا إجهوا على مكانهم يعني على الأقل بس دائما يتبنى يعني آخر عملية في تكسوس في الاعتداء على المسجد في المكان كان في داعش تبنت العملية طب نادية ننتقل أكثر لسوريا يعني بنهاية العام 2012 رفض أوباما اقتراح كبار المسؤولين بالتدخل إذا بدك السريع في سوريا ودعم المعارضة وفي نهاية العام 2013 أيضا يعني رفض القيام بضربة عسكرية بعد استخدام النظام الكيماوي واكتفى بوصفه بالخط الأحمر يعني ما تفسيرك لهذا التردد؟ أعتقد بأنه مع أنه حتى هذه النقطة كانت نقطة انتقاد شديد بأنه إذا كان النظام السوري يقتل بأسلحة تقليدية سواء كانت صواريخ السكاد سواء كانت برامين متفجرة سواء كانت دبابات مدفعية ثقيلة إلى آخرين ويقتل فيها مدنيين أو معظم الضحايا مدنيين بمئتين ألف شخص ثم يستخدم أسلحة كيميائية ويقتل فيها ألف وثمانمائة شخص يعني شو الفرق الكبير يعني بالنهاية لكن الإدارة كانت تقول دائما بأنه الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية هي خط أحمر لا يمكن أن تتخطى وبالتالي الرئيس نفسه تخطى هذا الخط لأنه أعتقد وأنا أذكر تماما هذه الليلة كانت في أغسطس وكانت ويكيند بواشنطن وكان هناك اجتماع للرئيس سابع مساء مع دينيس مكدونة وهو كبير موظفي البيت الأبيض ربما أكثر رجل يثق فيها الرئيس وخرجوا إلى حديقة البيت الأبيض وكانوا يتمشون فيها وبعدها الجميع كان يعتقد أن هذه الليلة وأعتقد أنه كنت على الهوى حتى العربية كانوا يعتقد بأن الرئيس سيوجه خطاب إلى الأمة وسيتحدث عن تخويله للبنتاجون أو لوزارة الدفاع بضرب الدفاعيات الجوية لنظام بشار الأسد في سوريا بسبب تجاوزه لاستخدام هذه الأسلحة لكن هذا لم يحدث ثاني يوم خرج الرئيس من داخل الروز جاردن في داخل البيت الأبيض مع نائب الرئيس ولم يتحدث عن ضربة عسكرية وقال بأنه سيعود إلى الكونغرس ما الذي غير إذا بدك في هذه الليلة؟ بالضبط أنا مجرد كلها تكاهنات وقراءة لتحليلات وما كتبته الصحافة الأمريكية يعني لا يوجد هناك أي شخص ربما هذه الأشياء يعني عنها بعد سنين أعتقد وأعتقد بأنه السبب كان عندما اجتمع الرئيس مع هيئة الأركان وخصوصا الجنرال ديمزي قال له بأنه لا يوجد هناك ضربات عسكرية لثلاثة أيام يعني إذا قررت أن تضرب هذه الدفاع أو هذه يعني أعتقد هذا كان السبب طيب دربت ليوم أو ليومين هل ستحقق الهدف بعد ذلك؟ ماذا لو قتل مدني في هذه الدربات؟ ماذا سيحدث؟ هل ستستطيع بالفعل أن تضرب الأماكن التي تستخدم فيها هذه الأسلحة الكيميائية إلى آخره؟ ثانيا كما قلت لك الرئيس لديه هوس بموضوع الشرعية ويجب أن يعود لا يريد استخدام هذه فكرة الحرب الدربات الاستباقية يعني الحليفة الكبرى أو الصغرى كبرى أو سورياتها من وين؟ الولايات المتحدة إسرائيلية تضرب سوريا طوال الوقت ولا تعترف فيها وأحيانا الجميع يعرف أن هي ضربات إسرائيلية موجهة سواء كانت تحركات لحزن الله في داخل سوريا أو لا صحيح نادية سبق لي أوباما أيضا أن قال أن المعارضة السورية عبارة عن مزارعين وصياد وأطباء أسنان لا يعرف لماذا أطباء أسنان وأن انتصاره على بشار هو فانتازيا ثم اليوم يعني يدعم قرار للكونغرس بتجنيد أو معرضة نعم 15 ألف مقاتل وتدريبهم لمحاربة داعش من جهة والنظام من جهة أخرى يعني أحيانا يصفهم بالمزارعين وأحيانا بسوبرمان يعني كيف ذلك؟ هذه هي تناقضات الإدارة وهذا هو عدم وضوح في داخل سياسة البيت الأبيض وبالتحديد مع الملاف السوري يعني هناك من يروا خصوصا نتحدث عن السفير روبارت فول الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في دمشق في بداية أحداث الثورة ثم استقال محتجا على سياسات الرئيس أوباما ورأى بأنها أخفقت كثيرا في تقديم العون للشعب السوري بالتحديد وكان يعتقد أن هناك طرق للتعامل مع الملاف السوري يعني إذا كان الرئيس لديه عقدة من سياسات الرئيس أوباما بغزو دولة عربية أو دولة إسلامية وإرسال 120 أرجندي أمريكي الحل هو ليس أن لا تفعل شيئا يعني الخيارات ليست ما بين الصفر والعشر كانت في بداية الأحداث بالثورة بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل شيئا ويقال دائما إذا أردت أن تكون نمرا فلا يمكن أن تكون نمرا من الورق لأنه بالنهاية ما أحد رح يتصدق فالرئيس عندما كان يصدر هذه التهديدات وعندما كان يقول وأنا أذكر على مدى العام الأول من بداية الأحداث في سوريا الرئيس أوباما كان يخرج دائما ويقول بأنه الرئيس الأسد فقد الشرعية بأنه يجب أن يتنحى عن الحكم يوجد له مستقبل بأنه الشعب السوري يستحق أن يعيش بحرية وبكرامة وأن يكون تحت نظام قمعي يقتل بهذه الوحشية هذه كلمات الإدارة الأمريكية نفسها لكن الرئيس لم يكن مستعد أن يستخدم أي ربما قوة عسكرية ليدعم هذه التصريحات يعني هناك من يرى بأنه سياسة كانت في استراتيجيته في استراتيجية تمني بمعنى بأن الإدارة كانت تتمنى أن يكون هناك انقلاب عسكري بأن رئيس الأسد يترك البلد وأن يكون هناك حكومة انتقالية بدون ما يكون هناك أشخاص يديهم ملطقة بالدماء نادي بما أنه تحدثنا عن نظرة أوباما والتناقضات ونظرته إلى المعارضة السورية كمزارعين وأطباء أسنان هل توافقين وأنت تعيشين في واشنطن منذ زمن وتعرفين صناع القرار إذا بدك على أن كثيرين منهم تغلف نظرتهم لمشاكل وقضايا المنطقة سزاجة مدهشة يعني هل هذا مقصود؟ هل فعلا هو يعتقد أن المعارضة السورية هي مجرد مزارعين وأطباء أسنان؟ هل فعلا هو يعتقد أن داعش هي الخطر الأكبر وليس النظام السوري؟ هل هذه سزاجة أم أمر مقصود؟ لا أعتقد أن الرئيس يدرك تماما هذا الرئيس هو ذكي جدا متمكن يفهم الأمور لكن أعتقد أنا إذا بوجه له انتقاد هو يفتقد ما أسميه بالشجاعة الأخلاقية بالتصرف كقائد لأنه بالنهاية دورك كرئيس لدولة عظمى ولأنه كل العالم العربي بغض النظر أنت تختلف بالسياسة الخارجية الأمريكية وأن أسمعها دائما عاد عن نظرية المؤامرة وأنه كل الأحداث هذه من صنع الولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة بالنهاية الجميع يأتي إليها يعني ننظر مثلا بالملف الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الجميع يدرك بأنه الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تمارس ضغوط على إسرائيل هي أمريكة صحيح فبالتالي دائما يعودون الولايات المتحدة ينظرون إليها كالمخلص لكن ينتقدونها في نفس الوقت هلأ بالنسبة للإدارة الرئيس يدرك تماما كل الخفايا وخبايا الأمور يمكن أكتر منه منك لأنه عنده معلومات استخبارية لا تتواجد لديه ولا لديه فهو يعرف تماما لكن أعتقد بأنه كما قلت هو لا يريد استخدام الحل العسكري ففي البداية رأى بأنه كان هناك فراغ الفراغ عندما تركته الولايات المتحدة ملأته الفصائل الأخرى فهو يعتبر بأنه داعش تنظيم خطير لكنه يدرك تماما حسب الإحصائيات التي تقدم لديه بأنه الأشخاص الذين قتلوا العدد المدنيين عدد المعتقلين التعذيب الذي يمارس في السجون السورية أشنع من ممارسة بدون أي شكوى لكن هناك أيضا ربما عدم اهتمام بالقضايا العربية من قبل الشعب الأمريكي وبالتالي الدربة العسكرية التي تحدثنا عنها التي كان مفروض أن نوجهها الرئيس أوباما 21% فقط من الشعب الأمريكي كان يؤيدها يعني بالنسبة له هذه صراعات طائفية في مكان بعيد لا تهمه والكونغرس الجمهورين العكس يريدونه أن خصوصا سقور الحزب الجمهوري مثل السنة جون مكين اللي تعرفينه كان يريد أن يكون هناك دور أكبر حضر للطيران مناطق آمنة في البداية وأعتقد كان بإمكانه أن يعمل مع المعارضة نادية يعني الآن يبدو واضحا للبعض دعم الإدارة الأمريكية إذا بدك للمعارضة المعتدلة المسلحة في سوريا من جهة وللمعارضة الإسلامية أيضا كجبهة النصرة كما حدث في من تحرير لإدلب ولكن الولايات المتحدة لا تعتبر جهة النصرة حركة إرهابية تعتبرها حركة إرهابية لكن معروف بالتقاليد الأمريكية أن انتقال السلاح الذي تبيعه أمريكا إلى طرف ثالث هو أمر غير بديهي وغير مقبول ومع ذلك تم غض الطرف إذا بدك عن هذا الانتقال فبالتالي هذا دعم بطريقة غير مباشرة يعني بطريقة غير معلنة لماذا الآن؟ يعني حتى صحيفة الولستريت جورنل يعني تحدثت عن حصول مقاتلين على صواريخ تاو إذا بدك فلماذا الآن؟ فهذا على فكرة هذه النقطة بالتحديد التي ترددت فيها الإدارة بتقديم سلاح نوعي وثقيل للمعارضة السورية لأنها كانت تتخوف دائما من وقوع هذه الأسلحة في يد الجماعات المتطرفة خصوصا جماعات تعتبرها حركات منظمات إرهابية جبهة النصرة غيرها يعني في تنظيمات أخرى عادة عن داعش بتحديد ومعظم الأسلحة التي حصلت عليها داعش في العراق كانت أسلحة أمريكية يعني تركها الجيش العراقي التي استولت عليها فكانت متخوفة لكن هي تدرك الآن ويمكن هذا الفرق ما بين العراق وسوريا لم تثق بالمعارضة السورية السياسية في الخارج لم تراها بأنها كلهم كفر أو فادرين يعني بالضبط أنه يجتمع على قلب رجل واحد فكانت تراها بأنها مشتتة وأنها تخدم مصالح دول إقليمية إلى آخرين ولم تستطع أن تجمعها فعد على أن المعارضة السياسية بطبيعة البلد بطبيعة البلد أنه كانت هذه المعارضة خارج سوريا لفترة طويلة أيضا كانت هناك علاقة انفصال ما بينها كمعارضة سياسية تنطق باسم ما يريد الشعب السوري لكن معظمها كان موجود في سوريا موجود على الأرض أقصد الفصائل المسلحة تقصد خلال السنوات الأربعة الماضية الفصائل المسلحة على الأرض لكن هل توافقين على فكرة البعض يقول أنه لو الإدارة الأمريكية أرادت للمعارضة السورية أن تكون موحدة وقوية ولها تأثير حقيقي على الصراع وطرف في الصراع على الأرض لكانت فعلت هل برأيك هذا كان ممكن أم فقط الملامة تقع على المعارضة تعرفي لما أحيانا نحمل الولايات المتحدة أكثر ما هي تستحق بمعنى بأنه دائما نفكر بأنها التي تخطط وهي تدبر وبإمكانها لديها العصة صحية نحن أسرع عقية المعامرة أنا أعرف مثلا بأنه في أحد المؤتمرات للمعارضة في الدوحة أعتقد كان روبرت فود موجود وقيلة له من دخل الإدارة لا تعود إلى واشنطن قبل أن يكون هناك إجماع على انتخاب هذا الشخص الذي سيمثل المعارضة لكن هناك تدخل من دول إقليمية الجماعة يعرف الوضع السوري للأسف لم يكن فقط نظام الشعب السوري ضد نظام هو نظام ضد شعب لكن المعارضة التي لا تمثل الشعب يمثلها أطراف خارجية وأقليمية أخرى لأن هناك أطراف لديها مصالح حيوية استراتيجية في داخل سوريا فللأسف بالنهاية الشعب السوري هو الذي يدفع الثمن نادية سنتوقف مع فاصل الأخير ثم نعود مشاهدين أبقوا معنا أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وأهلا بالصحفية الفلسطينية نادية بلبيسي نادية رئيس الاتلاف السوري المعارض خالد خوجة قال بعد لقائه جون كيري إن هناك مؤشرات إذا بدك لقرب إقامة مناطق آمنة فهل هذا ممكن؟ وما الفرق بين المناطق الآمنة وفرض الحذر الجوي؟ فرض الحذر الجوي يتطلب حسب ما تراه الإدارة قرار من مجلس الأمن يعني بالنهاية إذا كانت هناك طائرة من طيران النظام قررت أن تدخل هذه المنطقة التي تعبر فيها حذر الجوي تماما كما حدث في العراق عندما فرضت مناطق الحذر الجوي أيام صدام حسين وبالتالي بإمكان أي من الدول المشاركة ضد هذا الحذر أن تضرب هذه الطائرة لكن بالنسبة للولايات المتحدة بحاجة إلى قرار الجميع يعرف بأن روسيا والصين سيعطلان أي قرار في مجلس الأمن بهذا الموضوع وبالتالي ربما تلجأ الولايات المتحدة إلى لا تريد أن تضرب دفاعيات الأسد تريد أن يكون هناك مناطق آمنة وهذا مطلب كما قلت ربما سنة المكين تحدث عنه عندما زار سوريا في بداية الأحداث يعني بدل 2011 أو 2012 أعتقد لكن حتى هذا الموضوع الأماكن الآمنة أنه الآن الأزمة السورية ليس فقط تداعياتها التي تعتبر حسب إحصائيات الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية إنسانية بالقرن الـ 21 الأرقام مخيفة بالنسبة لتسع ملايين مهجر ولاجئ ونازح في داخل سوريا حتى التأثير على الدول الجوار التي تعتبر دول هشة سواء كانت لبنان أو الأردن وأعتقد أنك تناولتها في حلقات سابقة فحتى هذه الموضوع الأماكن الآمنة أعتقد أنها ستكون صعبة ربما على الحدود التركية يعني بحاجة أيضا لإجماع دولي عشان يكون هناك من سيحمي هذه الأماكن الآمنة؟ وخصوصا وجود تنظيمات مثل تنظيم داعش الآن وشبيحة النظام والنظام والآخرين يعني كيف تحميهم بأي قرار دولي حتى إذا أخذنا على سبيل المثال قوات حفظ السلام الموجودة في الجنوب لبنان ولا الموجودة في سينة حسب اتفاقيات كام ديفيد حتى الآن لا يوجد لديها صلاحيات بفتح النار أو بالدفاع عن نفس حتى لأن وجودها قوات حفظ السلام الموجودة أكثر فبالتالي لا أعتقد يعني أتمنى يعني مشان الشعب السوري مشان كل طفل وكل عائلة وكل مدني موجود لكن لا أعتقد بأنه سيكون هناك تغيير جذري في إدارة الرئيس أوباما سواء كانت تصريحات لجون كاريا والرئيس نفسه خلال فترة قصيرة ليست سيكون بيع للأوهام أو الأمل هي أفطار لا يعني أنها غير صادقة يعني يوجد هناك نوايا لكن ربما في الأسابيع الماضية يعني ثمت أحساس شعبي بأنه سيكون هناك حل قريب الخطاب الأمريكي تغير فعلا منذ آب أغسطس 2011 وحتى اليوم يعني رئيس أوباما انتقل في خطابه من على الأسد أن يتنحى إلى أيام الأسد معدودة إلى تنحي الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية ثم لا دور للأسد في سوريا إذا بدك في سوريا يعني الانتقالية حتى اليوم يقول كيري أو قبل أيام لا مستقبل للأسد في سوريا المستقبل يعني هل برأيك الأسد سيحتفظ به للفترة الانتقالية ثم يترك بعد انتهاء الفترة الانتقالية الإدارة دائما كانت تصر على فكرة يعني هناك التباس أحيانا خصوصا في الإعلام العربي موقف الإدارة لم يتغير منذ اليوم الأول حتى لو لم يستخدم الرئيس أوباما نفس العبارات بأن الأسد فقد الشرعية بأنه يجب أن يتنحى لكن دائما كانت الإدارة تقول بأن الرئيس الأسد لن يكون جزءا من الحل لا يمكن أن يكون هناك حكومة انتقالية برئاسة الأسد حتى في الحكومة الانتقالية أو بوجود الأسد على إطلاق وما كانوا يبحثون عن أشخاص من النظام كما قلت لم يكن مسؤولين عن أعطاء أوامر بقتل مدنيين أو إلى خير هم يدركون تماما أصلا الشعب السوري لا يستطيع أن يقبل بوجود الأسد كرئيس بأي صلاحية انتقالية غير انتقالية إلى آخرين لكن بسبب وجود هذه التنظيمات التي ظهرت منذ حوالي ثلاث سنوات أو سنتين ونص وخصوصا داعش بالتحديد هما يخشون من الفوضى ماذا لو سقطت دمشق؟ من سيحكمها؟ هل هذه التنظيمات الإسلامية المتطرفة يمكن أن تقوم هناك من يتخوف أنها ربما ستمارس نفس الممارسات التي يمارسها النظام السوري وبالتالي هي تبحث عن حل آخر أو تحاول أن تؤجل هذا الحل إلى أن يكون هناك تغييرات جيوسياسية في المنطقة وخصوصا ربما بعد توقيع هذا الاتفاق مع إيران هناك من يعول الكثير من الآمال على أنه فترة انفتاح لأنه كما تعرفين مفتاح الحل ليس فاخت في دمشق أو يكون في واشنط في أكثر من عاصمة وطهران واحدة منهم بدون أي شيء نادية بعض المحللين السوريين يعني ذهب في تشاؤمه ويأسوا من باراك أوباما إلى حد القول أنه لا حل في سوريا إلى أن تنتهي ولاية الرئيس باراك أوباما وقدوم رئيس جديد في بداية العام 2017 وأنت تحدثت قبل قليل بس أحب أسمع أكثر منك حول هذه الفكرة فعلا هذا هو الجو العام أيضا في الولايات المتحدة لا حل قبل رحيل أوباما أعتقد بأنه هذا التصور الصحيح رغم أنه بالسياسة أحيانا ممكن أن توقع أشياء وأحيانا تفاجئنا وأحيانا تمت مفاجئات لكن حسب قراءتي للوضع في واشنطن أعتقد بأن الرئيس يركز الآن على توقيع هذا الاتفاق مع إيران إذا تحقق طبعا هناك مؤتمر لدول الخليج مجلس التعاون الخليجي في قمة في كام ديفيد سيتحدث معهم عن الموضوع السوري موضوع اليمني عدا على طبعا ملف النووي الإيراني ربما سيكون هناك تغيير هو سيتحرر من الموضوع الإيراني إذا تم الاتفاق على وقعت هذه الاتفاقية لكن بالنسبة لسوريا أنا أعتقد بأنه لن يكون هناك تغيير جدري لا يوجد هناك تغيير جدري هناك من يرى حتى أن الرئيس الأسد سيبقى هذه الملف السوري سيكون مشكلة الرئيس القادم هو الذي سيتعامل معها وكما تعرفين بالسياسة الأمريكية ننتظر تنصيب الرئيس لأنه عندما يتم انتخابه في 2016 سيصل 2017 ثم ينتظر إلى مئة يوم على حكمه الأمور الداخلية تهم المواطن الأمريكي أكثر من السياسة الخارجية صحيح بالضبط إلا إذا حدث شيء غير متوقع على الآخر بالنهاية بمعنى أنه صار حادث كبير جدا في داخل الولايات المتحدة يعني الموضوع السوري سقط حتى من الإعلام الأمريكي لا أحدا يتحدث ولا على أزمة إنسانية ولا على لاجهية فقط عن داعش فقط عن داعش عندما بدأت موضوع داعش ودبح الصحفيين الأمريكيين بالتحديد صار الجميع يفكر من هو داعش من وهذا التنظيم من أين أتى إلى آخره فبالتالي كان عليه بعض التركيز فأحيانا يختفي تماما يكون هناك اهتمام في موضوع محلي ما له علاقة بالمرة بالعالم العربي وأحيانا يعود مرة أخرى لكن أعتقد بشكل عام بأن الأزمات العربية كانت سوريا أو حتى الوضع في العراق أو في اليمن أو الآخرين سيكون أو حتى الملف هناك حديث بأن الرئيس سيحاول مرة أخرى إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وأن جون كاري قد يتوجه إلى القدس قريبا نعم واستنادا لما قلت الآن عن انشغال الأمريكيين إذا بدك بالشؤون الداخلية يعني هناك من يعتقد أيضا أن السنتين المقبلتين سيكون اللاعب الأكبر هي دول أقليمية وليست الولايات المتحدة الأمريكية صحيح وهذا هو التغيير وربما هذا هو الفرق الذي أحدثه الرئيس باراك أوباما هناك من يرى بأن الولايات المتحدة فقدت الدور القيادة لها وبالتالي ظهور اللاعب الإقليمي سواء كان دولة أو منظمة هو الذي سيفرض ربما بحض الشروط أو يغير من اللعبة نفسها أو من قوانين اللعبة التي دائما أولايات المتحدة كانت التي تقودها يعني حتى بإحداث الربيع العربي إذا لم يكن هناك دور لم يكن هناك دور لأولايات المتحدة رغم أنها كانت تسمى سياسة القيادة من الخلف بالنسبة لليبيا ربما القذافي كان سابقا بالحكم حتى الآن رغم أن فرنسا وبريطانيا والجميع وحزب ناتو حزب شمال الأطلسي كان أيضا دور الأساسي له لكن بدون الولايات المتحدة وهي اللاعب الأساسي لا شيء يتحرك لكن بسبب ربما فقدان هذا الدور والرئيس أوباما يقال بأنه أصدقاءه لم يعدوا يريدونه أو لا يثقوا فيه وأعداءه يكرهوا بزيادة بهذا المعنى لكن لديه نجاحات في الوضع الداخلي بدون أي شك لكن أعتقد بأنه بسبب هذا التطور السريع للأحداث سواء كانت بكل الدول العربية لم تبقى هناك دولة عربية لا يوجد فيها على كل المستويات وبتعقداتها أعتقد بأن هذه الدول هي التي ستخلق واقع جديد ستفرد على دولة عظمى مثل الولايات المتحدة نعم نادية أنت فلسطينية وتعيشين في واشنطن وأنت إذا بدك معروفة بموقفك الواضح والمعلن منذ البداية الدعم للثورة في سوريا على عكس الكثير من الفلسطينيين المتقفين والإعلاميين الذين نحازوا للنظام ضد الشعب هل برأيك حتى اليوم ما تزال إسرائيل هي العدو يعني الأكثر شراسة في المنطقة هل ما زلت تؤمنين بمشروع المقاومة هل هو مشروع مشروع الشرعية؟ أنا أتحدث الآن بشكل شخصي وليس فقط لا أمثل إلى نفسي أنا بالنسبة لي تأييد أي شعب يطالب بحقه هو موقف مبدئي بغض النظر من يكون هذا الشعب لكن بالنسبة للمشروع المقاومة الفلسطينية طبعا ربما أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان هو أن تطرد شخص من أرضه وأن تسلب كل حقوقه وأن يعيش هذا الشخص على مدى ستين عاما لا يعرف من هو وما هي هويته وأن يعامل بشكل مزري في كل الدول العربية في الواقع ربما سوريا كانت استثناء يعني احتضانها للاجئين الفلسطينيين وأنا لست لاجئة بس أنه من خلال الذاكرة الجماعية لكل الفلسطينيين يعني الشيء الواحد بيفتخر فيه الحقيقة ومن هذا ربما من هنا يأتي قضية التعاطف مع الشعب يناضل من أجل أن يكون حرا في بلده لديه الكرامة لا يوجد ضده تمييز بغض النظر عن دينه أو عن طائفته أو إلى آخره فأنا أستغرب الحقيقة من أي شخص يؤيد حزب أو نظام أو دولة تمارس أي نوع من الاضطهاد لأي شخص لأي مواطن لأنه فقط يرفع هذا المواطن صوته ويطالب بأدنى حقه بالحياة الكريمة لكن أهم شيء بالنسبة لي هو موضوع المبدأ المبدأ ما بتغير بغض النظر وين هو فإسرائيل بدون أي شك الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال الوحيد الباقي في القرن الواحد والعشرين لا يوجد قوة عسكرية أخرى تحتل شعب آخر لكن هذا لا يعني بغض انتقادنا لإسرائيل ووقوفنا دائما مطالبتنا بحقنا لا يعني بأنه نسكت عن ممارسات أنظمة عربية أخرى فاشية نعم بدون أي شك بكل الدول العربية التي مارست كل أنواع التفرقة والتمييز والقتل والقتل واستخدام أسلحة كيميائية وأسلحة تقليدية وبايولوجية في كل الدول العربية نعم والاعتقالات وإلى آخره صحيح ففي يوم الأيام نتمنى أنه المواطن العربي هذا المواطن اللي بيحمل أمجاد في الواقع تاريخ بيعيد مكانته بالحضارة من عيد مكانته بياخد مكانة مشرفة في المسيرة الإنسانية يعني إحنا شو نقدم للإنسانية ولا شيء إحنا عايشين على أفضل الغرب بالنهاية نعم نادية سؤال أخير كيف ستؤثر عاصفة الحزم على سوريا وهل يمكن أن تحصل مقايضات إقليمية دور إذا بدك لإيران في سوريا مقابل دور للسعودية في اليمن لا أعرف كيف ستؤثر لكن كما قلت بدون أي شك كل القضايا الإقليمية مترابطة وكما قلت هناك أكثر من لعب رئيسي في داخل هذه المنطقة فالصراع في أي دولة عربية لم يعد محدود باللعبين الأساسيين هناك دول لديها مصالح وأحيانا تدافع عن مصالحها ولديها الحق أن تدافع عن مصالحها بدون أي شك لكن ربما من حق هذه الدول ألا يكون هناك تدخل خارجي لكن في النهاية أنا أكيد أتمنى أن لا يكون هناك دمار أو خراب أو قتل خصوصا المدنيين في أي دولة عربية أعتقد بأنه كما قلت بأنه هذه الصراعات ممكن أن تتبلور بأشكال متعددة لكن إذا تم الاتفاق أعتقد أن هذه البداية إذا كان هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة أو هذه المجموعة الخامسة زائد واحد مع إيران سيكون هناك إعادة رغم أنه على فكرة أكثر من مسؤول أمريكي قال بأنه الولايات المتحدة لم تثير أي موضوع بتعلق بالتدخل إيراني في أي من الدول العربية مع المفاوضين في سويسرا على الإطلاع أن هذه المفاوضات محصورة فقط في الملف النووي الإيراني لكن بدون أي شك السياسة بطبعتها فيها ديناميكية يعني هي ليست جامدة فأكيد أي عامل أو أي فعل رح يكون له ردة فعل أتمنى أن يكون ردود الفعل دائما إيجابية وأن يكون حل كل قضايا المنطقة خصوصا في سوريا أنه الحقيقة يعني الشعب السوري ما بيستهل اللي عم يصير معه مش بسيك أنه من حقنا دائما أنه مثل ما قلتلك الإنسان بدون حرية الحياة ما إله إيمان فحرية الشخصية الأهم احترام الدولة إله هو جزء من إنسانيته وبتمنى أنه تنتهي الحروب في فترة قصيرة لكن للأسف هناك ناس دائما يحاولون أن يحركوا هذا النازع اللي دائما بيبعد الناس عن بعض سواء كان طائتي أو ديني بالنهاية إحنا عرب يعني قصة أنا ما تخليت عن الفكرة الكبيرة هذه يمكن مش فكرة القومين العرب أكتر منه في فكرة أنه إحنا بتجمعنا هذا التاريخ المجيد هذه الأمة العظيمة هذا المستقبل الواعد اللي رح يحاقق الجيل الجديد الشباب والمرأة اللي إليها دور كتير كتير مهم وعظيم عبر كل الحقابات نادية بالباسي شكرا جزيلا لحضورك معنا ووعدتك أن نزور سوريا قريبا لأنه إن شاء الله ما زرتيها قبل الآن أنا زرت إدلب ببداية الثورة بس لم أزور دمشق لأسف ولا حلب ولا حمى ولا مدن الكبرى فتمنى وأدلب حررت الآن فإن شاء الله قريبا تتاح لإلك فرصة زيارة سوريا مشاهدين الكرام نلتقي الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر